السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك لكم هذه الذكرى ذكرى مولد إمامنا ومنقذ البشرية الإمام طاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجل الشريف أسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة علينا وعليكم بالخير واليمني والمسرات بركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد ندبناك صبحا فصبحا بدمع يصدر شكوى ويشتد فينا حنين لنجواك في كل نجوى أيا صاحب الأمر جئنا ونحن نصاحب رجوى متى سيدي للمآقي تلوح لتكشف بلوى ضمئنا ضمئنا من الشوق هيا تقدم لكيبك نروى بمولدك الأنوار تشرق والبشر وفي النصف من شعبان أن ينشرح الصدر أيا خير مولود تجلى بليلة سلام انهي حتى يطلع النصر والفجر أبا صالح أنزلتك القلب كله فشرفه دوما كي يعمره الطهر أسير أنا أسير أنا قد طال عنك تباعدي ولولا رجائي فيك آيسني الأسر خجول خجول إذا جاءتك في كل جمعة صحيفة أعمالي يسودها الوزر خجول إذا جاءتك في كل جمعة صحيفة أعمالي يسودها الوزر أعودك في صدر الصباح معاهداً ولكن عهدي لا يغادره الغدر تراني تراني ولو خلف السحاب مغيباً وحاشى بأن يغشاك أو يمنع الستر عساني أرى مولاي في عينك الذي بعاشور في عين الحسين رأى الحر لقربك تدنيني وتهدي بصيرتي وتعذر تقصيري وإن قبح العذر أحسنت وعدت وعدت أنادي باسم من صدق الولا فمنهم تسامى في انتظارهم القدر تعال تعال انصر الإسلام أنت وليه بدونك لن يرقى له الفتح والنصر تعال تعال اركب الهيجة وأذن بحربهم وصدرك أثلجه فكم فته القهر تعال لئي الآفاق ورد عدالة لطيب شذاها يطمح البر والبحر أيا يوسف الزهراء يا أيها العزيز جئناك في الذكرى وقد مسنا الضر تصدق علينا بالدعاء لكي نرى من الدهر يسرا بعدما نابنا العسر إمامي إمامي تكبدنا الأذى دون حبكم ونشهد أن الحب بيعته خسر يعاب علينا بالخرافات والمناج حودا وتكذيبا يذوب له الصخر وقالوا أموجود إمام زمانكم أيمتد آلاف السنين به العمر كأن قد نسوا نوحاً وطول حياته ولم يعلموا للآن لم يمت الخضر وقالوا أموجود إمام زمانكم أيمتد آلاف السنين به العمر كأن قد نسوا نوحاً وطول حياته ولم يعلموا للآن لم يمت الخضر يريدون أن نستبدل النور بالعمى ونعطي هواناً للذي ذمه الذكر ونفرغ ونفرغ من شهد الولاء قلوبنا ليسكنها من طعم بيعته مروا ونتبع من بالغي أنفق عمره فأوله كفر وآخره كفر فوالله لو تلقى الصيوف نحورنا لقلنا إليها أين ذلكم النحر ولو جلبوا أعدى سلاح لقتلنا أعدى سلاح لقتلنا على منهاجكم وولائكم أحب إلينا من حياة بها نكر لنا لنا معكم يا ابن الكرام كرامة وليس لنا في غير مذهبكم فخر فشكرا إلى آبائنا وجدودنا ولا نرتجي للأمهات في الشكر ولا نرتجي للأمهات في الشكر سنبقى على وعد النبوة ما بقى يصاحبك القرآن والحق والعصر نسائل عن علم بأنك ظاهر عليك متى من ربنا نزل الأمر لتخطب في البيت الحرام مظللاً براية حزب الله مشروعك الثأر لتخطب في البيت الحرام مظللاً براية حزب الله مشروعك الثأر أحسن تستاه لا فضفوك